اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صد الأقلام حيث نواصل في رحلتنا هذه عرض ما كتبته الصحف العربية والعالمية والمحلية بعد فاصل قصير اهلا بكم المقال الاول بعنوان منع ومنح واموال وسكن مريح للبنانيين في العراق واهل العراق تحت خط الفقر للكاتب هشام التميمي صحيفة طريق الشعب هشام التميمي كتب وفي مقاله يقول ينتقد بشدة التمييز الصارخ الذي تمارسه الحكومة العراقية في تقديم المساعدات للبنانيين على حساب المواطنين العراقيين ابناء البلد يستعرض الكاتب هنا مجموعة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للبنانيين مثل اعفاء من الفيزا والغرامات وتوفير السكن والتعليم المجاني في الوقت الذي يعيش فيه المواطن العراقي المسكين تحت خط الفقر ويعاني من سوء الخدمات كما يشير الى ان الاموال التي تنفق على اللبنانيين من المفترض ان تستثمر في تحسين اوضاع العراقيين والبلد والذين يعانون من الفقر والبطالة ينتقد هنا الكاتب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية العراقية ويعتبره العامل الاساس والرئيس في تدهور الوضع الاقتصادي المتردي في العراق ويطالب بإعطاء الاولوية للشعب العراقي الذي يعاني من الفقر المطقع والحرمان بدلا من الاهتمام الزائد بدول اخرى في الختام يتساءل هنا الكاتب ومقاله عن مبررات الحكومة في تقديم هذه الامتيازات للبنانيين على حساب المواطنين المحليين الذين يفتقدون حتى للأساسيات أقول للسيد رئيس مجلس الوزراء لماذا هذه المنح المجانية والدولارات أليس المواطن العراقي أحق بها أليس المواطن العراقي هو صاحب هذه الأرض التي دافع عنها أو مات أولاده وهو الآن يأخذ راتب رعاية اجتماعية قدرها 180 ألف دينار لا تسمن ولا تغني من جوع لماذا لم تنصف الموظفين وتغير وترفع من رواتبهم وصار نواب البرلمان سنين يعيدون الموظفين ويكذبون عليهم لماذا بعض الناس المعدمين يأكلون من القمامة والكثير من الساسة انتلأت بطونهم بالسحة الحرام ويقومون بتهريب أموال العراقيين إلى الخارج ليتنعموا بها وهي ليست مبالغة بسيطة بل ملايين الدولارات وأكثر مثال صارخ سرقة القرن ونورزهير لماذا المواطن العراقي ليس له دار تؤويه وسكن ولو 75 مترا في هذا الوطن إذن لماذا هو يضحي من أجل من يضحي ويموت ويتشرت أولاده وأكبر شاهد لدينا الشهداء الذين ماتوا وهم يدافعون عن بلادهم وعرضهم ماذا حصل تشردت عوائلهم ولم تعطى لهم عية حقوق ويتبتز نسائهم من قبل بعض ضعاف النفوس من كوادر الرعاية الاجتماعية ومديريات التقاعد والله إنه شيء معيب ومخزي وهي تظنون أنه لو حدث أي مكروه لهذا الوطن ثانية سيقوم شبابنا بالتطوع لحماية الوطن أنا لا أعتقد ذلك وفي مقال آخر ثاني جاء بعنوان علامات الدولة الفاشلة للكاتب أركان الكاركوكلي صحيفة صوت العراق يقول فيها الكاركوكلي يوضح قائلا في مقاله إن العراق يظهر جميع علامات الدولة الفاشلة بدءا من فشلها في تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي مثلا إلى عدم قدرتها على توفير العدالة الاجتماعية والتنمية لمواطنيها ينتقد هنا الكاتب الحكومة الحالية مشيرا إلى أنها تابعة لإيران بشكل واضح وجلي وتعمله على تنفيذ أجندتها بدلا من خدمة الشعب العراقي يستعرض الكاتب في مقاله هنا حادثة إعلان الحداد على وفاة حسن نصر الله ويعتبرها دليلا دامغا على انحياز الحكومة الحالية في العراق لقوى خارجية بدلا من مصالح الشعب يتساءل الكاركوكري كذلك عن نوايا الحكومة في الاستمرار في هذا النهج ويشير إلى خطورة التبعية للقوى الأجنبية على مستقبل العراق وشعبه يحذره من أن استمرار الحكومة في تجاهل مصالح الشعب وحقوقه سيؤدي إلى انهيار الدولة بالكامل ويختم المقال بالتأكيد على أن الحل الوحيد هو استعادة العراق لسيادته وبناء دولة تحترم مواطنها إن حسن وحزب الله مسؤولان عن العديد من عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط علاوة على ذلك فإن تورطهم في تهريب المخدرات عالميا يزيد من الأضرار التي تسببوا فيها هل تحاول حكومة السودان مع ميليشياتها جر العراق إلى حرب بالوكالة مرة أخرى لخدمة المصالح الخارجية على حساب الشعب العراقي لماذا لا تحاول هذه الحكومة سيطرة على الميليشيات التي تبدو متعطشة لجر البلاد إلى صراع لا مصلحة للعراق فيه إن أفعال حكومة السودان تظهر التهور والاستهتار وعدم الاكتراث بمصير مواطنيها إنها حكومة تابعة لإيران ولا تتمتع بأي سيادة وجميع قراراتها تخدم مصالح إيران الحكومة العراقية ليست سوى دمية تتحكم بها إيران وميليشياتها سيكون من الحكمة لهذه الحكومة أن تتأمل في ماضي العراق المؤلم ومقالنا الثالث جاء بعنوان ما زلنا نريد وطن للكاتب دكتور إبراهيم إسماعيل في صحيفة طريق الشعب يقول إسماعيل ويسلط الضوء واسعا في مقاله على استمرار المطالبات الشعبية باستعادة الوطن من قبضة الفساد والفاسدين والمحاصصة السياسية المقيتة مشيرا لأن شعار نريد وطن الذي رفعته انتفاضة تشرين هذه الانتفاضة العظيمة وهي أصدق تعبير عن معاناة العراقيين يتحدث عن التحديات التي تواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق بما في ذلك نظام المحاصصة الطائفية الذي تسبب في تدهور الدولة وتمزيق النسيج المجتمعي يؤكد الكاتب هنا أن النخبة السياسية تستغل موارد الدولة لمصالحها الشخصية دون الاكتراث أصلا لمصالح الشعب العراقي المسكين مما أدى إلى تزايد البطالة والفقر وانتشار الفساد كما ينتقد سوء الإدارة الاقتصادية وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية مشيرا إلى التوقف الآلاف من المصانع وارتفاع نسب البطالة والفقر معا يرى اسماعيل هنا أن انتفاضة تشرين مثلث ومهم جدا في تاريخ العراق مثل لحظة تاريخية لكسر حاجز الخوف واستعادة الهوية الوطنية لكنه يشدد على أن استعادة الوطن تحتاج إلى توحيد جهود القوى الوطنية ضد الطائفية والفساد يدعو في النهاية إلى استمرار الحوار الحوار لبناء جبهة وطنية ديمقراطية قادرة على تحقيق التغيير لم يكتفي هذا التحالف بسرقة الوطن بل ألحقه تابعا لمراكز العولمات الرئيس مالية وتخلى عن مسؤوليته في الإدارة الرشيدة للموارد وفي التنمية فتضاعف العجز وتعرض الكادحون إلى الحرمان والتهميش الشديدين وتمزقت الطبقة الوسطى حتى بلغ عدد الجياح 11 مليون وعدد سكنة العشوائيات 5 ملايين ونسبة البطالة 17% وعدد المصانع المتوقف عن العمل 18167 مصنعا ونسبة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج الإجمالي المحلي 4.8 و1.8% على التوالي وحتى جرت سرقة أكثر من 400 مليار دولار من المال العام حسب التقديرات المتفائلة واستكمل التدمير لتخريب المؤسسات التربوية وإغراق البلاد بالتعليم الأهلي المتدني وحولت المستشفيات لمسالخ بشرية وحرم الناس من حقوقهم في الكهرباء والماء النقي والصرف الصحي والبيئة النظيفة نفذت خطط دقيقة لتغييب وعي الشعب واستخدام الاستقطابات الطائفية والعرقية لإبعاده عن ساحة الفعل وحجب تفكيره بقضايا جوهرية كالحريات والتنمية والعدالة وكان هذا كافيا تماما كي تخرج الناس في تشرين لتستعيد الوطن ونقرأ مقالا آخر بعنوان جمهورية قص اللسان الكاتب علي حسين في صحيفة المداهة يعود من جديد ويقول في هذا المقال إن تصريحات الشيخ مجيد العقابي التي تدعو إلى قص ألسنة النساء اللواتي يعارضنا تعديل قانون الأحوال الشخصية المثيل للجدل في العراق مؤخرا ينتقل حسين بشدة هنا هذه التصريحات اللاذعة معتبرا إياها رمزا للقمع الاجتماعي والسياسي في العراق يربط الكاتب هنا بين هذا السلوك القمعي كما يصفه وبين الفساد السياسي حيث يتم استخدام الدين والطائفية لتبرير سلقة المال العام وفرض الهيمنة على الشعب العراقي نعم أيها السادة أصبح قطع لسان العراقي المعترض على قوانين البرلمان والسبب نتحمله جميعا لأننا بعد أيام سننسى ما قاله الشيخ العقابي مثل ما نسينا ما قاله سعد المدرس وقبله كتيبة من المصرين على إهانة المرأة العراقية وشتمها في الفضائيات والسخرية منها في مواقع التواصل الاجتماعي فلا تهتم عزيز القارئ لأن بعض الذين امتهنوا الثقافة والإعلام ترهم في النهار يرتدون اللباس المدني وفي المساء يعود ليحتمي بعشيرته فهو مدني حسب الطلب وعشائري وطائفي من دون طلب حديث الشيخ العقابي يكشف لنا أننا في ظل جمهورية أصحاب الصوت العالي مدام البعض يعتقد أننا بحاجة إلى إعادة ضبط منظومة أخلاق الشعب بدلا من إعادة ضبط منظومة المواطنة والعدالة الاجتماعية ولا يهم سرقة أموال الدولة ونشر الطائفية وتشجيع المخاصصة وترسيخ مبدأ انتخاب جماعتنا وإلا ما معنى أن يخرج علينا بعض المسؤولين بخطب الفضيلة والأخلاق معتقدين أن ملفات الفساد التي تلاحقهم حلال زلال إن أحد أهم ثروات الشعوب الحية هي ثروة المواطنة إلا أننا والحمد لله مصرون أن يعيش المواطن دور التابع مطلوب منه فقط أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب جماعته ونقرأ مقالا من صحيفة أندبندنت عربية بعنوان إيران وانتهاك السيادة الدولي والقانون الدولي للكاتب هدى رؤوف تستعرض في مقالها الجديد رؤوف دور إيران المتزايد في تعزيز علاقاتها مع الميليشيات المسلحة في الدول العربية من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى إبرامي معاهدة المقاومة المشروع الذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان الإيراني يسعى إلى إنشاء تحالف دفاعي مع الجماعات المسلحة في دول مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن الهدف من هذه المعاهدة هو تعزيز قدرات الردع ضد التهديدات الخارجية خاصة من إسرائيل وأمريكا يختم المقال بالتأكيد على أن سياسة إيران في المنطقة تعتمد على استغلال الانقسامات الطائفية والمذهبية لزيادة نفوذها ما يؤدي إلى تعميق الأزمات في دول مثل اليمن، لبنان، سوريا وعلى رغم من الأزمات الاقتصادية كلها التي تعاني منها إيران فإنها تستمر في تعزيز ميزانيتها العسكرية لتحقيق أهدافها التوسعية المرجوة يقصد بحركات التحرر الجماعات المسلحة أو الملشيات التي إما أنشأتها إيران أو دعمتها عسكريا فوفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية يقوم برلمان وإيران بصياغة معاهدة دفاعية وأمنية سيتم توقيعها بين مجموعات المقاومة والدول الدائمة لها وفقا لنص المعاهدة التي وضعت على موقع البرلمان الإيراني سيتم إنشاء هيكل دفاع مشترك مصمم لمواجهة التهديدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل وستكون جميع الدول الأعضاء أو الملشيات مطالبة بتقديم الدعم الشامل بما في ذلك المساعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية في حال تعرض أي دولة عن عضو لهجوم من إسرائيل أو حلفائها وبحسب المجلس من المتوقع أن يؤدي التعاون في بناء القواعد العسكرية ومراكز التدريب إلى تحسن الاستعداد ضد التهديدات المحتملة وأن الهدف هو تسهيل التنسيق بين القوات الإيرانية ومجموعات المقاومة كما أن اللوائح التنفيذية لاتفاق بما في ذلك إنشاء أمانة عامة وتحديد المسؤوليات بين مختلف الوكالات ستشرف عليها إيران وتحاول وسائل الإعلام الإيرانية الترويج بأنه في حال تم تنفيذ الاتفاق فإن هذا التحالف من شأنه أن يغير بصورة كبيرة ميزان القوى في المنطقة ويقدم ثقلا موازنا هائلا للنفوذ الغربي الذي يسعى إلى إحداث الفوضى في المنطقة وفقا لها بعد الكاريكاتير نواصل هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لم يجد المزارع الفلسطيني إسماعيل عودة وسيلة لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الصهايين التي عكرت موسم الزيتون هذا العام في الضفة الغربية المحتلة سوى لجوءه إلى حملة فزعة التي أطلقت لحجد ناشطين ومتضامنين في الحقول بهدف منع الاعتداءات على جنات الزيتون هناك وفزعة هي حملة وطنية أطلقها وزير الزراعة الفلسطيني رزق سليمية في الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المحلي ورجان المتطوعين المحليين والدوليين كذلك وترجمت فعليا مع بدء موسم قطف الزيتون مطلع أكتوبر التشرين الأول جاري عبر تنفيذ حملات قطف جماعي في عدة مواقع بالضفة الغربية بحضور ناشطين ومتضامنين عرب وأجانب وعادة ما يشنه مستوطنون إسرائيليون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم وتتزايد في هذه الآونة الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال أكتوبر التشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني من كل عام وسبق أن قاله وزير الزراعة الفلسطيني ورزق إسلامية في تصريحات صحافية إن فلسطين تشهد موسم زيتون استثنائيا وصعبا للغاية وستتصاعد اعتداءات المستوطنين وحرب الإبادة الإسرائيلية متابروا الآن فيديو اليوم مرحبا من المستوطنين أنا شابان أحمد 19 سنوات أنا سيدة ومستوطنين مستوطنين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى اللقاء اشتركوا في القناة